اهلة الاعياد وبينهم افضل عيد عيد الفطر السعيد مبارك عليكم العيد كل عام وانتم بخير ازاكم حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير تكونوا عيدتوا كده وانبسطتوا معلش بقى يعني بعد رمضان الواحد يعني عمال ينام يعني عايزش بقنوم عاملين ايه يارب تكونوا بخير عملتوا في العيد طبعا العيدة بيحلاش غير لما بنسهر بالليل نسهر ونمش نهائي بعد ننزل نروح الصلاة طبعا حتتنا هنا او يعني المكان بتاعنا بصراحة احلى حاجة فين بعد ما تصلي العيد وانت خارج من الجامع بصراحة ما شاء الله عليهم ما شاء الله تلاقيوا وقفين لازم كله يقف يحدفوا شكولتات وبسم الله ما شاء الله وبعدين تلاقي من فوق عاملين اللي هو الكيس الكبير ده البلالين كيس كبير جدا من العمارة دي بسم الله ما شاء الله طبعا ما بقفش ولدي هما اللي بيقفوا ما شاء الله ويحدفوا بقى بلالين وشكولتات وبيشغلوا اهلا بالعيد ويعني بتبقى فرحة كبيرة جدا 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 يعني بصراحة يعني اللي بيفرح الناس ده ربنا يفرحوا كل سنة وانت طيبين يا طرنتوا بقى يعني عندكم بتعملوا ايه في ناس ما يا دوبك بتصلي وترجع البيت اه احنا هنا بصراحة بقى لهم كام سنة الحتة بتاعتنا بتعمل يعني اه يعني تحس انهم بيحتفلوا مع الناس عايزين يفرحوهم انا فرحانة جدا جدا بالحتة دي بصراحة ما شاء الله عليهم ربنا يا رب بتزيد من الناس اللي بتحب بتفرح ايه بعضها كل سنة وانت طيبين طبعا خارجين من العيد بقى اه يعني هالكنين فكان عندنا مثلا عاملين اخر يوم ورق عينب وكوارع فبحطنا ورق العينب وبينها طبقات الكوارع الفانوشفة يا رب وشربت بقى الكوارع وهنا بقى الفواكه والحلويات وطبع للعيد الرسمي او يعني الاكل الرسمي للعيد معلش هتلاقوني ايه ما بجمعش اول الكلام بقى كل سنوان طيبي الاكل الرسمي للعيد بتاعنا الرنجة فدي رنجة كنا هنعملها والفواكه بسم الله ربنا يزدكم ويزدنا من فضله بسم الله اكلات جميلة والله الواحد ما بيكلش على قدها بينام في العيد متوقعين نقول على قدها بنخرج لعلى قدها بالنام في العيد بصراحة يعني الواحد بينتقم من ايه اه من عدم النوم في رمضان كل سنوان طيبين اه ما شاء الله تبارك الله الفواكه والحلويات وربنا يزدكم من خيره وفضله كل سنوان طيبين العيدة بيحلاش غير لابنكون قريبين من بعض بنحب بعض بنود بعض بصراحة يعني هو العيد ما بيحلاش غير بينا كلنا مع بعض العيد ما بيحلاش غير بينا كلنا مع بعض بصراحة زمان طبعا واحنا صغارين كنا بنتجمع اللي متجوز بييجي نصلي الفجر مع بعض نصلي الفجر وبعدين العيد ونتجمع ونفرح وكلها طبعا طعم تاني خالص وإحنا يعني في أطفال في بيوتنا لحد قبل ما نتجوز طبعا بعد الجواز بيبقى الأم هي المسؤولة الفرحة بتختلف الفرحة بتبقى الفرحة بفرحة الولايات يعني أنا فرحتي بفرحةهم أمه فرحتي إن هم يبقوا فرحانين وطبعا ببقى فرحانة جدا ربنا يا ربي دي معلنا النعمة إن إحنا كلنا مع بعض الحمد لله رب العالمين ربنا يرحم يعني من اللي كان معنا في عيادنا اللي فاتت وابقاش موجود معنا وفرحوا وفرحوا ولادكم بالعيد خلوها ذكرة جميلة لما يكبروا زمانة كده محفورة جوايا مثلا الذكرات الجميلة جدا اللي كنا بنعملها ولحد دوقتي كأنها قدامي موجودة زي ما هي بالتفصيل فجعلوها برضو في عيول ولادكم وفي زكرياتهم إن العيد ده جميل قوي إن ربنا سبحانه وتعالى عمل هنا كمكافأة بعد سيام رمضان ومشقة سيام رمضان طوال 30 يوم لشان يفرحوا وينبسطوا ولما يكبروا يحسوا بفرحة العيد وينقلوها لولادهم ففرحوهم وفرحوا معاهم مش شرط بالخروج والتكلفة لكن ممكن بحاجة بسيطة قوي مجرد فرحتك إنك تعلق بلالين إنك تعلق زينة جميلة إنك تفرح قوي يعني أنا والله العظيم ببقى هموت وأنا مثلا لقى في الفلت العيد يعني بقعد معاهم مفرح ونبسط وحسسهم قد إيه أنا فرحونا فبيتنقل لهم الفرحة طبعا الأب والأم دول عليهم عامل كبير جدا في اللي أنا بقوله ربنا يفرح قلوبكم ويسعدكم ويسعد أولادكم ويسعد أهليكم وأساركم جميعا الله ما أمين يا رب العالمين كل عام وأنتم بخير خلاص تلت يوم العيد وينبسطوا برضو وفرحوا وسعدوا ويا رب يا رب يا رب أشوفكم بإذن الله في قناتها نمود أو مع قناتها نمود في رمضانات عديدة بإذن الله إن شاء الله وأعيادة عديدة الله ما أمين يا رب العالمين وبالنسبة بقى لأن أجيب لكم أكل في العيد فعذرونا يعني أنا حما بكيت بقى أن ما أسرش لسائلالكم ما أسرش في حق أولادنا أن إحنا نبقى معهم بقى بفرحة وما ثلاثة أيام بس وإحنا عاملين قبل كده في الفيديو عندي وصفات كتيرة جدا للرنجة هبقى أسيب لكم إن شاء الله بإذن الله في أعلى في علامة الأيفو أعلى الفيديو رابط فيديو لرنجة الوصفات رنجة يعني شاشة النهاية في آخر فيديو رابط وصفات برضو رنجة بإذن الله وفي الكممنت المثبت وسندق الوصف هسيب لكم كل الروابط الخاصة بالرنجة بإذن الله كل سنوات طيبين يعني لأن الوصفات دي بتساعدكم أنتم ممكن يعني مثلا بدل ما تبقوش عارفين تعملوا غير إيه غير إن هي مشوية وعليها وعليها طحينة ومسلا زيت ولمون وكده لا احنا عمنا بكذا طريقة عمنا بطرق كتير جدا 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 اللي يحب أي طريقة منها هيقلدها ويعملها بألفة أنا وشفا أنا عارف إن كلكم أسات زي يعني بس دي وصفاتنا اللي احنا قدمناها في القناة معاكم وأنا كنت سايبة برضو في الكميونيتي عندي في المنتدى في أول يوم العيد وصفات للرنجة يا رب تعجبكم بس قلنا بقى إيه ده مجرد فيديو معايدة كل حبيبي كل متابعين القناة النمود كل إخواتي كل صحابي كل إخوات جوزي كل صحابه آآ وكل أهلنا في كل الدنيا يعني المسلمين أجمعين كل سنة ونطيبين عيد سعيد عليكم بالنسبة للورق العنب ده محشي عندنا برضو محشي كتير يعني محاشي كتير جدا في الفيديو وده مجرد جيباستيرما بحبها قوي قوي على الكنتالوب مع الكنتالوب رهيبة 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 بموت فيها آآ وبس وخلاص وفواكه وطبعا كحك العيد طبعا طبعا كحك العيد مع الشاي باللبن كده طبعا ده الرأي الرسمي برضو أنا بعموت فيه يعني أنا بحب جدا الكحك الكحك آآ والرنجة ماشي بس الكحك ده حاجة أسية مع الشاي باللبن كده وكل سنة ونطيبين أجواء العيد والعيد ما بيحلاش غربيكم وبأهليكم بأولادكم فرحوهم وبسطوهم آآ افرحوا معاهم آآ تجنبوا أي خلافات في العيد علشان يعني يرسل في أذهانهم إن العيد فرحة العيد فرحة جميلة آآ ما فاش أي حاجة آآ يعني تشبهة علشان خاطر آآ أما يجبروا يحكوا الأولادهم عن ذكرياتهم الجميلة الحلوة آآ اللي كانت مع أهليهم كل سنوان طيبين قناتها نموت كانت معكم النهاردة فيديو آآ معايدة والله العظيم أقسم بالله صحيحة مخصوصة علشان أسجل لكم الفيديو ده كنتش أقدر غير إن أكون معاكم بفيديو جديد في العيد فسامحونا على إن إحنا ما قدمنا لكم يعني ما قدمناش معاكم أكل في العيد فسامحونا بقوا كل سنوان طيبين عيد سعيد عليكم وعلى كل أهليكم أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله فيديو جديد فيديو جديد ووصفات جديدة بإذن الله مع القناة هنموت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي موسيقى